طيب فيه جزء في المؤتمر ده ما تنقلش الوقت لحضراتكم بس فيه جزء او جملة انا كنت حايب اعلق عليها انه هو اتكلم على المترجم بتاعه كانت توقف من قبل لجنة المسابقات وقال انه انا اللي بتكلم مش المترجم يعني انا ما بقول حاجة والمترجم بينقلها اعتراض عصبية او اي حاجة انا اللي بقول فلو عايزين انتوا عاقبوا عاقبوني انا والله يا عنده حق بصراحة هتقولي ليه عنده حق هقولك المترجم شغلانته ايه هو بينقل حرفين اللي بيقوله المدرب يعني لو قال اي حاجة انا لازم انقل اللي قاله بالزبط عشان ما يقوليش بعد كده انت قلت من دماغك فلو اصول يتعصب والمترجم ترجم العصبية بتاعته دي فهنا مش مشكلة المترجم على قد ما مشكلة المدرب فانت بتروح تعمل ايه توقف المدرب صح كده المدرجم بينقل طيب لو جيه بقى الراجل المدرجم نفسه اقولك لا انا ما قلتش المترجم هو اللي قال اقوله لا معلش يبقى ماشي المترجم بتاعك هو اللي بينقل عنك انا المترجم بتاعك دوت هو شخصيتك هو انت انا معرفش انت مش عاجبك المترجم ماشيه فاتمنى يعني لو ما كنش قدين نعاقب اسوريو فعاكمنا المترجم فده حاجة غلط اصل مش مظبوطة يعني الا بقى لو كان المترجم هو نفسه اللي عمل موقف يعني او عمل حاجة فيها عصبية من ناحيته هو يعني يعني اعتدى على الحكم وهو تقال بصراحة ان المترجم حاول يعمل حاجة مع الحكم حاول يعطرد على الحكم بطريقة غير لائقة او يتعدى على الحكم في المباراة المضايا وده كان سبب يكافر لكن لو زي ما اسوريو قال انه مجرد الترجمة فاكيد المترجم مايتعقبش على الترجمة مايتعقبش عليها ابدا يعني طيب